تولت الإشادات الرسمية والشعبية الواسعة حول الزيارة الميدانية التي تفضل بها صاحب السمو الملكي وليو العهد رئيس مجلس الوزراء لمشاريع تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار نظراً لما أظهرته من عمل دؤوب ونجاح في التعامل بشكل صحيح مع موسم الأمطار نعم هذا ونجحت البحرين في تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والبلدية وبالأخص ما يتصل منها بتحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقومات البنى التحتية لضمان جودتها واستدامتها بما يتماشى مع المتطلبات التنموية ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين تشهد مملكة البحرين تقدماً نوعياً وعملاً متنامياً للمشاريع التطويرية والتنموية والبنى التحتية بما يحقق التسارع في تنفيذ خطط البناء والتطوير في ظل العهد الزاهر لحظرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز مسيرة تطوير البنية التحتية بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة ونظراً للاهتمام الحكومي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نجحت البحرين في تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والبلدية وبالأخص ما يتصل بتحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقاومات البنى التحتية لضمان جودتها واستدامتها بالتوازي مع وضع برنامج لصيانة الشوارع المتأثرة من الأمطار هذا الأمر الذي اتضح جلياً في ظوء الزيارة الميدانية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمشاريع تطوير وتوسعة مصارف مياه الأمطار والتي حصدت إشادات رسمية وشعبية واسعة لما أظهرته من عمل متقن ونجاح في التعامل بشكل صحيح مع مياه الأمطار لتجنب تجمعها لا سيما في منطقة اللوزي والتي استطاعت تفادي ما أحدثته الأمطار نتيجة نجاعة الحلول الموضوعة والتعامل بفعالية مع مياه الأمطار مملكة البحرين تمضي قدماً في استكمال مختلف مشاريع البنى التحتية في محافظات المملكة كافة وضمان تطويرها بشكل مستمر ووضع الحلول المستدامة لتصريف الأمطار بما يتماشى مع المتطلبات التنموية ويعود بالنفع على الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر